السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم حياكم الله وأهلا في فيديو جديد معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نحكي عن الشابتر الثامن واليوم راح ندخل طبعا في المقالة طيب بالبداية لازم نعرف شنه هي المقالة On essay is a group of paragraphs written about single topic and central a central main idea it must have at least three paragraphs طبعا نحن نعرف شنه عن الparagraph الparagraph هو عبارة عن فقرة هاي يحسن مثلا عندي هاي فقرة هاي اللي يشوفها أمامنا هاي فقرة حلو طيب هذا هو الparagraph طيب شنه المقالة المقالة هي عبارة عن مجموعة من الparagraphات واللي هي أقل شي لازم تكون ثلاثة هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني وهذا هو الجزء الثالث طبعا الجزء الأول يسمونه اللي هو الانترودكشن اللي يسمونه الانترودكشن طيب شنه يعني الانترودكشن it is the first paragraph of the essay هو أول جزء من المقالة الجزء الأول من المقالة والجزء الأول هو أيضا اللي عنده فالشغلة يسمونها a thesis statement اللي هي شون نحن نقول عليها topic sentence اللي هي شون يعني topic sentence اللي هي دائما تنطيني ملخص عن الفكرة الأساسية عن المقالة كل ثالثة عن شنه راح تحتي نحل يعني نحتي عن نحتي عن هذه الموضوع اللي راح نكتب عن طيب ثاني جزء عندي فتشي سمونه المين body المين body واللي هو supporting sentences نفسه اللي هو نفس supporting sentences اللي هو راح يوضح لي اش ما موجود هنا بس يفوت لشوية بي تفاصيل فوت لبي تفاصيل يقول هنا it explain and support the thesis statement thesis statement اليوم مش عندي كلمة thesis مادر comes come between the introduction and conclusion و اللي هي تكون بالوساط اللي هي راح تكون هنا بالوساط حلو there must be one or more paragraph in the main body of the history طبعا هذا اللي بنص مو شرط يكون واحد ممكن يكون ثلاثة عادي مو مشكلة المهم هو يحتينا عن هذا الاساس يحتينا عن هذا الاساس اللي احنا قاعد بدين بي طيب الآن ننتقل الى الكنكلوجين شنية يعني الكنكلوجين this is the last paragraph of an essay وهذا هي الجزء الأخير من المقالة it summarizes or restates the thesis and supporting ideas of the essay of the essay essay of the essays طيب الآن خواهن شن يعني الكنكلوجين اللي هي الكنكلوجين سنتنس اللي هي الجملة الختامية طيب واللي هي هذي اللي هي راح نختم بها الانشاء واللي هي راح تعيد لي نفس هذا ولكن راح تعدلي بي شوي تنطي ملخص راح تنطي ملخص عن الحد شي اللي أنا كتبته عن شنو قاعد أحتي بالأساس هو هذا اللي هي المقالة هذي هي المقالة فلازم نركز يا أخوان على فكرة المقالة طبعا هذي ضروري جدا نعرف شن يعني introduction شن يعني main body وشن يعني conclusion هنا عندنا ملاحظات يقول use a double spacing leave a line between each line of writing طبعا أخوان لننسى بالمقالة لازم نترك هنا مجال بيناتن هاي ضروري جدا شوف احنا لازم نترك فد فد شيء بيناتن اخوان ركزوا على هاي الفطرة وانشاء لازم يكون مرتب من تبدي تترك مسافة على كل باراقراف كل باراقراف تبدي بي مع ذلك نحن عندك خمس باراقراف هذول الخمسة كل واحد تبدي بي لازم تترك مجال بالبداية لازم تترك مجال هنا لازم تترك مجال لازم كل واحد تكتب واحد هاي الورقة اللي عندك عندك هنا العنوان شوف لازم هاي ترتب هم يقول leave 2.5 centimeter to the space sites هنا دير بالك لازم تترك مجال من نا منا مو تتلع قبل على الصفحة هاي خطأ ترى هذا الشي ميجوز if you type your essay start the first line of each paragraph with a 5 space هاي اتوني قتلكم عليه اللي هي تترك مجال مننا تترك مجال مننا put the title of your essay at the top of the first page in the center هاي ذكرناها لازم تتركه يعني على هذا النظام احنا راح نمشي يا اخوان على هذا النظام احنا لازم نمشي هذا كترتيب وكستركتر لالسي لالسي هاي بشكل عام ضروري جدا لازم تركز لالي الان راح ناخد مثال على المقالة الان لو جينا على هاي المقالة العنوان موجود بالنص بنص الصفحة كل هنا طبعا بدينا بداية سطر جديد بالاضافة الى انه احنا تركنا مجال هنا نشوف هاي الفتحة اللي موجودة بين كل واحد هذا الجزء الاول هذا الجزء الثاني وهذا عندك الجزء الاخير ايضا هذا مفصول بعدين بادي بجزء منها اذا تشوف ايضا هذا الجزء الاخير الاخر ايضا شوفوا شون مبني وشلون منظم ايضا هنا عندنا الحدود كلها متساوية تقريبا اذا تلاحظ كل الحدود هنا تقريبا نوعا ما متساوية البداية ايضا بداية واحدة ومتساوية هذا هو التركيب الصحيح والشكل الصحيح للمقالة ترجمة نانسي قنقر